أصدرت ميليشيات الحوثي بياناً رسمياً تدعو فيه إلى التصعيد عقب إعلان الحكومة الشرعية تمديداً للهدنة لمدة سبعة أيام قادمة وقال بيان المجلس السياسي للحوثيين في أول تعليق بعد انتهاء جولة المفاوضات في سويسرا دون اتفاق نهائي قال إن الساعات القادمة ستحدد خيارات وصفها بالقاسية في تهديد صريح بانتهاك الهدنة ومواصلة إطلاق النار وقال البيان إن إعلان وقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة مع بدء المحادثات كان غطاءً للتصعيد العسكري متهماً الأمم المتحدة بأنها غير جادة في مساعيها لوقف الحرب بل هي توفر الفرصة للتصعيد العسكري ضد الحوثيين مع اختتام محادثات سويسرا ظهرت خلافات عدة بين أعضاء وفد الانقلابيين حيث تعمد أنصار الحوثي إظهار حزب المخلوع كميليشيات مسلحة وعملوا على تهميش دور ممثليه في المحادثات فكواليس المحادثات أظهرت انقسامات حادة بين أعضاء فريق الانقلابيين على عدة مستويات في المباحثات تم الاتفاق على أن تخصص جولة المباحثات المقرر عقدها في الرابع عشر من يناير المقبل في أثيوبيا لبحث القضايا المتعلقة بإطار العمل العام وهي انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوق صالح من المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها تسليم الأسلحة التي استولت عليها الميليشيات من معسكرات الجيش والأمن تمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين للحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي مشاهدين أن أرحب بضيفنا من الرياض عبر الأقمار الصناعية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ دحام لعنيزي أهلا ومرحبا بك أستاذ دحام يعني في الوقت الذي مددت فيه الحكومة الشرعية في اليمن للهدنة دع الحوثيون في بيان للتصعيد ما الذي يسعى الحوثيون لكسبه وقد خسروا الشارع اليمني قبل أن يخسروا الشارع الدولي أسعد الله مساءكم مساء مشاهديك بشكل الاستضافة أعتقد أن القوات الحوثي والمخلوق لن تكسب شيء والمفاوضات التي تحصل في جنيف الآن هي مجرد ضاعها الوقت أما بالنسبة للهدنة فقد حصلت عدة مرات ليست مرة واحدة وكل مرة هي تقوم قوات الصالح والمخلوق والحوثي بخرق هذه الهدنة الآن أعتقد أنه يجب أن يركز تركز الأمم المتحدة على إيجاد آلية لإجبار القوات المخلوق والحوثي على التقيد بقرارات الأمم المتحدة وفتح الحصار الذي تمارسه على المدن اليمنية ويظهر السجناء من ضمنها مزير الدفاع الصبيحي والناصر أعتقد أنه ما حصل في الأمم المتحدة هو مسخرة مضيع الوقت الشعب اليمني يقتل يجب أن لا يكون هناك مكان لهذا الهراء الذي يحصل حاليا في الأمم المتحدة جنيف انتهت وهناك الآن في يناير جنيف أخرى وربما في أثيوبيا يعني هؤلاء لا يحملوا مشروعا سياسيا أخي الكريم هؤلاء مجموعة عصابة مسلحة لا يعرفون سوى القتل والدمار لا ينبغي أن يأخذ يعني معهم لقاءات جادة هكذا في الأمم المتحدة هم مجموعة عصابة ليس لديهم مشروع سياسي أصلا أنا هذا اعتقادي يعني طيب لو قلنا يعني التحالف العربي بقيادة السعودية نجح في إعادة الشرعية لليمن وطبعا أعادها للشارع اليمني إلى أي درجة الخلافات التي كانت في المباحثات ما بين الحوثيين وأيضا الميليشيات التابعة لصالح تعكس مدى الأزمة التي يعيشونها الآن على الأرض نحن نعلم أن التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين هو كان يدوره في تحالف آني وقته للأزمة فقط هم يعني خاضوا ستة حروب متقابلين لما كان صالح رئيس اليمن ستة حروب وهذا التحالف الذي بينهم سوف يتفكك يعني يوما لأنه ليس راسخ وليس متجذر فرضته الظروف الحرب التي كانت موجودة ما يحصل الآن من خلافات بينهم هو طبيعي ومتوقع ويعني المشهد اليمني الحقيقي الآن مثير للشفقة يعني بين أقصد يعني المشهد اليمني المختص بالانقلابيين خلافاتهم الآن أصبحت يعني تهديد بين بعضهم البعض في الدول العربية المتحالفة يجب أن لا يتركز على هذه الاختلافات يجب أن يعامل كل واحد بمعنى قوات الصالح والمخلوع والحوثي كلها ينظر لها على أنها يعني في بوتقة واحدة وفي منظومة واحدة الآن يجب أن لا تعطي الأمم المتحدة لهؤلاء الإرهابيين وهؤلاء العصابات يعني هم الآن يعطونهم كأنهم جزء من المشهد اليمني وجزء من المشهد السياسي هؤلاء إرهابيون يجب أن يقمعوا يجب أن يتطبق عليهم قرارات الأمم المتحدة يعني أستاذ دحام أنت حتى ضد هذه المحادثات أصلاً تجد الآن على دم الشعب اليمني وعلى قتلش أنت ضد أي محادثات مع الحوثيين أصلاً أخي الكريم أنا نست ضد المفاوضات مع الحوثيين عندما يكون الحوثيين لديهم أجندة سياسية أو لديهم مشروع سياسي يمكن التفاهم معهم يعني بطرح سياسي معلش لكن هؤلاء كما قلنا هم مجرد عصابة إجرامية تديرهم طهران من تديرهم العيران من طهران نحن نريد يعني الآن عبر شاشتكم هذه نوجه يعني نحن كمتابعين عرب كمحلل سياسيين ككتاب كصحفيين عرب نريد لهذا الدم اليمني أن نريد المشهد اليمني أن يلنتم نريد القتل في اليمنيين يؤذينا يزعجنا صحي الأمم المتحدة الآن تسهم في ذبح الشعب اليمني تسهم في قتل الشعب اليمني في هذه المفاوضات في جنيف ما الذي حدث في جنيف تقاتلوا فيما بينهم المخلوع والحوثيين أصبح بينهم خلافات المفاوضين الآخرين تقاتلوا بالأيدي أو تماسكوا أصبح صار بينهم مشادات ليست فقط كلامية وإنها مشادات بالأيدي هل هذا مشهد أو الشعب اليمني يقتل الشعب اليمني يذبح ليجب هذه الحرب المجنونة يجب أن تنتهي أي كانت النتائج لكن نحن نراهل على قواتنا العربية المتواجدة في اليمن بأنها سوف تحسم المعركة في الأيام المقبلة أو في الأسبوع المقبلة بالكثير طيب أستاذ الأنزي نعم صحيح أن هناك معتقلين مثل البطل اللواء الصبيحي وانحيي عبر شاشتكم إذا كان حيا وإذا كان ميت الله يرحمه واللواء ناصر هؤلاء الأبطال الذين الآن تقوم ميليشيات الحوثي وصالح باعتقالهم يعني نوجههم التحية ونقول للشعب اليمني أن كل الشعوب العربية معكم هذه الحرب المجنونة يجب أن تنتهي نراهن على قواتنا العربية بقاتل الملك العربية السعودية قوات التحالف العربي الموجودة على أرض الواقع ما تفعله المتحدة يضع على الوقت انظر للمشهد السوري هل نفعت جنيف واحد جنيف اثنين جنيف ثلاثة والشعب السوري يقتل والشعب السوري يذبح لا اليمني نفس الحكاية الآن اليوم انتهت المفاوضات يعني إلى مفاوضات في جنيوري في يناير القادم في جنيف طيب خلال الأسبوع القادم ما الذي سوف يحدث في اليمن سوف يقتل الكثير من اليمنيين المشهد اليمني الآن بائس يعني قتل جوع تشريد بسبب ماذا بسبب تعنت الحوثي وصالح لأن الأمم المتحدة تعاملهم أنهم سياسيين بينهم لا يحملون أي مشروع سياسي وليس لديهم أي أجندة سياسية تماما مجموعة من قطاع الطرق والمجرمين الذين يدعمون بالمال من طهران ويعني يسيطرون على بعض من اليمنيين بسبب التخلف والجهل يعني القيادة الهالة الدينية التي يعني ينسجها حولها الحوثي هي سبب القيادة بعض اليمنيين لكن الرهان الحقيقة الأخ الكريم ليس على مفاوضة جنيف الرهان الحقيقة على ما يحدث على أرض اليمن بين القوات البطلة العربية بقية الملكة العربية السعودية وبقية الحلفاء أشكرك شكرا جزيلا من الرياض عبر الأخمار الصناعية كاتب الرأي والمحلل السياسي الأستاذ دحام لاعنزي